اكد الكاتب في صحيفة الايام سعيد الحمد في مقال له بعنوان قطر والارهاب البحري اكد ان نظام قطر يمارس الارهاب البحري على مدى اكثر من ثلاثة عقود على مدى اكثر من ثلاثة عقود والحكم في قطر يمارس الارهاب البحري مستعرضا اضلاته على البحارة والصيادين البحرينيين البسطاء بثا فيهم الرعب بافتعال مشاهد تخويف وترهيب مع هؤلاء البسطاء الذين يبحثون عن رزقهم بشكل مسالم لقوة اولادهم واسرهم ليجدوا انفسهم هكذا فجأة امام حملات بحرية تعترض زوارقهم وكأنها تهاجم اساطيل حربية مدججة بالاسلحة والمدافع والعتاد هذه القرصنة الارهابية المستمرة لا نجد لها تفسير سوى انها انعكاس سيء لعقدة المكان فالحكم في قطر يشعر بالنقص من عقدة المكان الذي قفز اليه بشكل طارئ وبلا جذور واصول في المكان الذي احتله بما ترك عقدة غائرة من القفز الذي بمقتضاه راح يشعر بعدم الاصالة التاريخية في هذا المكان وعندما تضخمت عقدة المكان المتمكنة من هذا النظام راح يمارس مسلكيات الارهاب البحري معطوفة على سوابق له في الاتصال والتنسيق وتشجيع الارهابيين ودعمهم للانقلاب على انظمتهم الشرعية لان اي نظام شرعي يلتف شعبه حوله يحرك في الحكم القطري كوامن عقدته من الشرعية ونوازع ميوله الانقلابية التي هي جزء من سيرته فدعم الانقلابيين في اي مكان ظاهرة في اسلوب الحكم في قطر فهو ميال ومأخوذ بالانقلاب ومسكون بهواجسه بشكل مرضي فما ان يسمعوا عن انقلابيين حتى يقيم بينهم وبينه خطوطا واتصالات لدعم الانقلاب كانقلاب بغض النظر عن هوية وايديولوجية وطبيعة هؤلاء الانقلابيين او اولئك المهم انهم انقلابيون ونزعة الانقلاب نزعة لا يمكن ان تبعث الثقة والاطمئنان في هكذا نظام يحتل تفكيره الانقلاب فهو مستعد للانقلاب حتى على نفسه دون ان يرف له جفن فكيف لمثل هذا النظام ان يؤسس لثقة في وعوده وعهوده وتعهداته فهو لن يتردد كما حدث عن الانقلاب على تواقعه وبصماته وكلامه وعهود قدمها في النهار لينقلب عليها في الليل ان ممارسة الارهاب وترويع البحارة وهم يطلبون رزقهم بالمهنة الشريفة يفضح سوء النوايا وسوء الطوايا حين تحرك سفنها لتخويف مثل هؤلاء فتطلق الرصاص عشوائيا لاثارة الروع في قلوبهم وتخويفهم وذنبهم طلب الرزق الحلال من بحر واسع لرب عظيم كريم أين نضع هذا السلوك المخجل والشائن المتسم بالترهيب والترويع وكيف نصفه وقواميس اللغة تعجز عن وصف هكذا فعل شائن يخرج عن التقاليد والنواميس ويضرب عرض الحائط بالمواريث الأخلاقية التي نشأنا هنا في هذه المنطقة عليها وتشربناها كابرا عن كابر وابنا عن أب وأبا عن جد إنها كمية العقد حين تستوطن حكما وتحتل عقله فيخرج عن طوره في مسلكياته وتصرفاته تجاه الناس الآمينين فأي بطولة تسجل لهكذا سلوك وهكذا تصرف لكنها عقدة المكان وعقدة الأصول والجذر ترجمة نانسي قنع